ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت تقرارات مهمة في الفترة الأخيرة لدفع ملف الاستثمار مضيفا أن الحكومة بالشكل دوري تتابع تنفيذ هذه القرارات وأشار إلى أن هناك تكلفات وضحة ومحددة لكل وزير وفقا لبرنامج زمني مستعرضا مستهدفات هذه القرارات وأكد مدبولي أن الحكومة ترحب بأي أفكار خارج الصندوق موضحا أن أي مقترحات تستهدف خلق مناخ جاذبا للاستثمار ستكون محل دراسة